اشتركوا في القناة 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 برج الجدي واستقر فيه فاللي بدو يسمع عن تأثيرات القوس اللي هي نفس حلقة يوم امس اما اليوم احنا بنحكي عن القمر في الجدي اللي هي توقعات يوم الاربعاء اليوم منعود لطبيعتنا الجادة من جميع الابراج ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او تجديد عقد تأمين او مراجعة امور الها علاقة بالضريبة والتأمين والامور بهذا الخصوص بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا ما عنا غير زاويتين هم القائمات حاليا متشكلات بزاوية اه بزوايا هي متصلة منفصلة يعني بمعنى اقرب الدرجات بالاتصال والتأثيرات اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتن وهي حكينا انو تأثيراتها لغاية يوم عشرين ستة اه طبعا ذروتها يوم ستة عشر ستة اه بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وسواس وقلقهم من هذا الامور او خوف فبدهم الجميع الابراج ينتبهوا من هاي الصفة لانها على الكل راح تأثر بنفس الطريقة ممكن اوهام بالحب ممكن اوهام بالحبيب الغير الشك الخوف على الابناء الخوف بكل المجالات طبعا على المستوى الدولي فهي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكوم ما ومشاكل في القطاع البحري ربما غرق بعض السفن او البواخر او موضوع يتعلق بهما او بكليهما الامر اللي له علاقة بالبواخر وبيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او تعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفونات والامور اللي له علاقة بالمياه والسوائل وربما يكون هناك تسرب لغاز او حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع اسعار النقط اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين زحل وهي برضو تأثيرتها ليوم عشرين ستة طبعا ذروتها يوم ستة عشر ستة برضو هاي الزاوية بما انها ايجابية فهي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية بالنسبة لليوم الزوايا اللي رح تكون ذروتها او رح تتشكل ما بين القمر والكواكب الاخرى طبعا الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام ساعة سبعة واحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاربعاء ايه طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعة الفجر او من ساعة الصباح وبتستمر لغاية ساعة العصر يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا يعني بالفترة هاي تكونوا حذرين من النصابين والمحتالين والمستغلين اللي ممكن يستغلكوا باي شأن من شؤون الحياة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع برضو سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام ساعة 11 و 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني عند منتصف ليل الاربعاء على الخميس طبعا هاي تأثيراتها من ساعات ما قبل المغرب مغرب الاربعاء وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منكم في يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد والاشخاص اللي بكونوا محبطين عاطفيا او عندهم مشاكل عاطفية اذا استفزيتوا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب بدون اي مبرر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا عنا اليوم الاعضاء الاكثر حساسية واللي لازم ما نجري لها اي عمليات جراحية ونبعد عن اي شيء له علاقة بالجراحة وبخصوصا لهاي الاعضاء لانها هي الاكثر حساسية الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر والتحال وجهاز التوازن هاي الاعضاء اكثر حساسية فعشان هيك بما حكينا انه الجلد والشعر معناته عمليات التجميل خلال هذا اليوم ابعد عنها قدر الامكان لانه عمليات التجميل رح يكون فيها بعض المخاطر اول اشي اللي هي اكتمال القمر وثاني اشي انه هاي الاعضاء هي من ضمن الاكثر حساسية بالنسبة لعمليات الجراحية برضو العمليات الطارئة هي اللي ممكن يجرى لها عمليات جراحية ولكن ابعده اذا كان في مجال التأجيل بيفضل عن هذا اليوم يؤجل زي ما حكينا غير مناسب للجراحة التجميلية او امور التجميل يصلح لازالة الشعر الزائد ولكن انا ما بفضل قص الشعر لا تجميلي ولا صبغ ولا قص علاجي خلال هذا اليوم بالنسبة لامور الحجامة زي ما ذكرنا اليوم الاربعة ويوم الخميس اللي هو بكرة هي من الايام المناسبة للحجامة بسبب اكتمال القمر وسيولة الدم اما بالنسبة للمسألة اللي ذكرناها بالامس انه شخص وضع لي حديث نبوي شريف على اساس انه حديث نبوي شريف انه النهي عن الحجامة يوم الاربعة تحققت من الحديث بكل مصادر الحديث وجدت انه الحديث كان ضعيف على مجمع مجمل رواة الحديث او مفسرين الحديث او علماء الحديث ولكن الالباني الشيخ الالباني هو الوحيد اللي حسن الحديث فالحديث ضعيف لا يؤخذ به بالنسبة للي اما بالنسبة لرجال الدين فهم حرين اما بالنسبة لالقمر بما انه في برج الجدي فخلو المسار القادم بيكون يوم الخميس يوم ستعاش ستة في تمام الساعة ستة واربعين دقيقة مساء بيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جيرينيج لا يستقر القمر في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ستعاش يوم 16 يوم في تمام الساعة سبعة وستة وخمسين دقيقة مساء بيصبح 17 يوم نسبة الاضاءة بدأ يتناقص عن البدر فاصبح 95% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 طبعا هي الآن منتحسة او نحيسة بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بتتحول لسعيدة 15% وبتكمل طيلة النهار بنفس الشيء القمر في الجدي حتى يوم 16 6 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 40% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 10% ورح يكمل منتحس لغاية ساعات المساء بعدين برجع سعيد يعني ساعات المساء المتأخر بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الجوزاء حتى يوم 5-6 سعيد الآن بنسبة 15% ولكن بساعة المساء بتنزل ساعته لنسبة 10% في ساعة الصباح بنزل ل10% وبكمل طيلة النهار نفس نفس الزهرة في الثور حتى يوم 23-6 منتحس بنسبة 40% المريخ في الحمل حتى يوم 5-7 هو الآن سعيد بنسبة 60% ولكن في ساعات الظهر بتنزل السعادة بشكل سريع جدا لغاية 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم على الأغلب موليد برج الحمل كل التركيز رح يكون على العمل العلاقة بالمسؤولين العلاقة بأشخاص أو شخصيات بيكونوا إما بمناصب أو بيكون بضمن مسؤولية معينة بيحتاجوا وممكن يلجأ له كواسطة أو نوع من أنواع الدعم أو تخليص معاملة أو ترقي أو ترفيع أو حتى إنجاز بعض الأعمال المهمة طبعا بتتركز جهودكم على العمل تقديم طلبات عمل فترة مناسبة لهاي الأمور والمقابلات وبوسع وإثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعكم اليوم لا العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاولوا أنكم تبرروا عملكم يظهروا نوع من أنواع المهارة لأنه هذا اليوم بيعتبر بيت السمعة بالنسبة لإلك ففيه ممكن أنك تترقى وفيه ممكن أنك أنت يتحول لك أو يتوجه لك إنذار ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك ما زالت فيها نوع من أنواع التشتت والعصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب أو بعض الضغطات فضبط الأعصاب مطلوب بدون مجازفات أو مغامرات اليوم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور القمر الآن استقر في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم على مستوى السفر الهجرة أوراق الهجرة كل ما يتضمنها والمحاملات برضو ممتاز على مستوى الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم العلاقات العاطفية عندكم بتصير بأوجهة وممكن تعزز العلاقة مع أحبائك بشكل قوي أهم شي أنه ما تخلي أي شي يحبطك حاول أنك أنت تنتبه للتطورات لأنه اليوم التطورات هاي غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة لأنه كان في ضغط في الأيام الماضي القمر كان في مراحل مقابلة تقريبا فعشان هيك اليوم رح ترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا فترة زي ما حكينا مناسبة إلى الامتحانات والسفر ورشاة العمل برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن استقرب في البيت الثامن يعني تحرك درجة من مقابلكم فهنا خفت الضغوط عليكم بلش فيه نشاط أكثر اليوم معظم تفكيركم رح يتركز على الأمور المالية بأي غض النظر مجالتها بغض النظر وين موجودك كيف بدك تحصلها ولكن الفرص المتاحة بالنسبة لك عشان تقدر تنظم وقتك بشكل جيد وتستغل الفرص هي الأموال اللي في بينك وبين الشخص الآخر شريك فيها يعني البنك ضريبة تعمين شريكك في العمل الزوج هاي تعتبر اسمها أموال شراكة فممكن المال يجيك من تعويض من قرض استرداد أموال لا إلك أو أموال ميراث ولكن بتكن تنتبهوا أن صحتكم أو صحت قريب لإلكم خلال هذا اليوم ممكن تكون بحاجة للرعاية أو تهتم بصحة أحد الأحبة وبرضو حاول أنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة حاول تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم اعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفي حاول أنك تبدأ يومك بروح رياضية ونشاط برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا القمر الآن مقابلكم تماما ومعروف أن القمر لما بيكون مقابل البرج يعني بمعنى آخر طاقته بتكون ضعيفة ولكن بنشط على مستوى الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية ليه كزواج وخطبة وامور من هذا النوع طبعا اليوم بينصب اهتمامكم بشكل كامل حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة يعني الاتفاق مع الشركاء أو التصالح التراجع عن قرارات سابقة الاعتذار عن شيء معين تعزيز العلاقة ما بينك وبينهم المرافقة مثلا في مشوار أو في خطة عمل معيني الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل مشترك أما سبب حكينا الطاقة بتكون ضعيفة فهذا بسبب الأجواء اللي بتكون متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد ما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فبدك تهدئ من روعة ما تنفعل ما تعصب ما تمشي مع التيار باتجاه المشاكل والانفعالات لأنه انت الحلقة الأضعف والأمور تنحسب ضدك مش إلك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار موجود في البيت السادس البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وزملاء العمل العمل جديد تطوير العمل إنجاز أعمال بكل صفات العمل يعني وبرضو إلو علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم برضو الاهتمام رح يكون بالصحة مراجعات طبية أدوية صحة الأحبة بهذا النطاق فعشان هيك اليوم بتجدوا إنه العمل بدأ يتراكم عندكم ما بتقدروا تنجزوا كل أعمالكم بشكل كامل ممكن بعضكم يعمل لساعات إضافية أو يجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة فيها نوع من أنواع الضغط بدك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد خلال هذا اليوم الأهم زي ما حكينا تحافظ على صحتك برج العذراء بالنسبة لما ولد برج العذراء طبعا بتشتد اليوم رغبتكم بشكل كبير بتعزيز العلاقة مع الأحبة القمر صار موجود في البيت الخامس يعني بيت الحب بيت العاطفي بيت الحنان بيت الرغبات بيت الأبناء بيت النشاطات الفنية بيت الهوايات بيت التجميل بيت كل إشي حلو اليوم يوم مميز بالنسبة لموليد برج العذراء فعشان هيك اليوم أهم النقاط اللي موجودة عنده أو الأفكار اللي بتتركز عليه هي رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب برضو زي ما حكينا للنشاط الفني هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومنفاجئة سعيدة بتكون نظرتك للحياة شوي متفائلة أكثر من الطبيعة العادية ممكن بعض موليد برج العذراء يندموا على تصرفاتهم الأخيرة أو أشياء اتخذوها سابقا اليوم يراجعوا حالهم ويرجعوا يرتبوا الأمور من أول وجديد هاي فترة بناءة وإيجابية فلازم تستغلها برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة عشان هيك كل انشغلاتك اليوم هي انشغلات داخلية يعني بمعنى آخر بيتك عيلتك ممكن عقار ترحيل بيت جديد اهتمام بصيانة ترتيب مشتريات الأطفال البيت العائلة اجتماع حدث أي شيء له علاقة بالبيت والعائلة حتى اللي بدهم يبيعوا عقار أو أرض لفترة هاي مناسب لأيلهم عشان هيك زي ما حكينا التركيز كله على البيت والعائلة بوسع كل يوم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن نفسيا تكون مضطرب أو مرهف الإحساس بعض الشيء تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة أهم شيء انك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء أعمال انشغالات منزلية في خلال هذا اليوم بدك تنتبه لها ما تتقاعص عن توطيد العلاقة والدعم العائلي إن كان من طرفك لأنه بالمقابل ممكن أن تتحصل على الجزء الآخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر اليوم قوي جدا في مكانه في البيت الثالث فعشان هيك اليوم النشاط عندك عالي جدا عندك حيوية عندك طاقة عندك قدرة على الاتصالات الحركة التنقلات الرحلات المناسبات الامتحانات حتى إجراء مقابلة سرعة بديها عندك عالية جدا لدرجة إنه ممكن تحلل الأمور بأسرع مما يمكن وتحلل الأشخاص تحلل كل شيء طاقة عندك اليوم مميزة جدا فعشان هيك اليوم رح تكثر عندك الاتصالات والتنقلات امتحانات زي ما حكينا باستطاعتك مناقشة كل الأمور حتى الأمور الصعبة طرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة اتبرر من خلالها مشاعرك اتبرر مواقفك بتنشط بالتنقلات زي ما حكينا والاتصالات وحتى بالأمور اللي بتتعلق بالسيارات بالإلكترونيات بكل هاي الأشياء انتي اليوم مميز بهذا المجال برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس طبعا اليوم بتتركز الأجواء كلها على الفرص والمكاسب المالية اليوم القمر موجود في بيت المال فعشان هيك كل أفكارك بتتركز على المال كيف أجيبه كيف أصرفه كيف أسدد ديوني كيف أرتب فواتيري يعني كل التفكير في هذا المجال فعشان هيك برضو اليوم رح يدعمك ويقدم لك فرص لمكاسب مالية تيجي عادة هاي المكاسب من عمل إضافي ممكن بعضكو يحصل عهدية أو جائزة أو دعم أو هبة أو أي شيء بهذه المجالات ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم إشي أنك ما تتمنع وتتكبر أنه لا مش بحاجة لا برضو اسعى في هذا المجال ممكن تكون الفائدة من اتجاههم صحيح أنه كل الدعم موجود لك بالفترة هاي وهذا الشيء ممكن يسهل في حياتك رغم أنه الشمس موجود مقابلك إلا أنه برضو المريخ في بيت العمل بعطيك دعم بشكل كبير عندك برضو يعني ببيوت قوية جدا على المستوى العاطفي على مستوى الزهرة برضو بتدعمك أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك بدك تكون حريص على أموالك ممتلكاتك تحاول تعزز وضعك المالي بكل ثقة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن صار عندكم يعني ابتداء من ساعات الصباح تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود في كل المجالات على المستوى النفسي الشخصي الصحي العاطفي المالي يعني طاقة عالية بتبلش تتخلى للكم ابتداء من منتصف هذه الليلة وطيلة النهار وكل ما اقتربنا أو تعمقنا في هذا اليوم بتزيد الطاقة أكثر فبوسعكم اليوم السيطرة على زمام الأمور في أي مجال وحاولوا أنكم تجدوا كل شيء جديد وتبحثوا عن الأمور المميزة بتعيشوا فترة واحدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من أفضل فترات هذا الشهر ادخلوا التنويع إلى حياتكم الشخصية اليوم بكل المجالات إن كان اجتماعي ولا شخصي ولا عاطفي ولا بأي مجال اليوم ممكن بعضكم يتلقى خبر إلو علاقة إما بانفراج مسألة معينة أو تسوية لمسألة معينة النشاط عالي والفرص ممتازة فحاولوا أنكم تستغلوها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو للأسف الشديد أنتو أضعف الأبراج اليوم طاقتكم ضعيفة نفسيتكم مش ممتازة طبعا مش بإيدي يعني القمر الآن صار موجود في بيت المتاعب اللي هو في برج الجدي وهذا طبيعي لما القمر يوصل لأي برج فهو بضغط على أصحاب البرج اللي بعده فبما أنه وصل للجدي معناته اليوم رح تشعروا ببعض التعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها التهرب الخلود للراحة الشعور بالإرهاق بالملل بالعصبية بالحدية الأعمال بتتعطل كل إشي بتأخر ممكن لك موعد يلغى اللي بيوعدك بشيء ما بوفي ففعلا هي هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم فعشان هيك بدك تضبط أعصابك وتمشي اليومين هدول على خير لحديث ما يوصل القمر لعندك اللي يعوض هاي الأمور أهم شي إنه اليوم زي ما حكينا حاول إنك ما تدخل بقرارات جديدة ما تتخل قرارات متسرعة ضبط الأعصاب اعمل بشكل روتيني الأعمال المطلوبة منك الأشياء اللي بتعملها بشكل روتيني ولكن لا تدخل بشيء جديد بهاي الفترة الحديث ما نطلع من هدول اليومين وانتبه على صحتك وممكن تهتم بصحة أحد الأحباء أو المعارف برج الحوت برج الحوت بالنسبة لما ورد برج الحوت طبعا النشاط كله اليوم اجتماعي فعشان هيك اليوم رح تنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء لقاءات معارف حفل يعني أمور اجتماعية بكل أنواع ممكن يكون عندك مناسبة أو زيارة أو مجاملة منكم أشخاص زي ما حكينا رح يشارك في المناسبة سعيدة أو هو يعمل المناسبة عنده تكون المناسبة عنده أهمش أنك اليوم انت بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حجد تأييد أو دعم لقضيتك بأي مجال قضية إنسانية قضية حاطفية حابب تفضفض انت اللي يتحالفوا معك عندك مشكلة مالية بدك دعم الأشخاص اللي حواليك كلها هاي لا صالحك اليوم انت لازم تتحمس للقاء الناس وللتقارب وللتعارف لأنها إلك هاي الأمور طبعا جيدة برضو الأمور على مستوى الأمور السفر والتنقلات والاتصالات الكثير اللي عندك وبرضو ممكن بعضك يسافر أو ينضم لجمعية أو يهتم لشؤون قارب الشريك خلال هذا اليوم في أي مجال من المجالات ممكن مناسبة أو أمور صحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر